يا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين في ثاني فيديو راح نتكلم فيه عن مؤتمر أو معرب الـ CES 2019 اللي حاصل حالياً في أمريكا طبعاً هو المفروض أن يكون هذا اليوم الثاني أو اليوم الثالث ولكن حبيت أن أختصر بدلاً لك اليوم ننزل فيديو ننزل فيديو شنو يعني القادجت أو الأشياء المميزة اللي شفتها بالمعرض وحاب أني أنا أشاركها معاكم في البداية راح نتكلم عن شاشات التلفزيون خذت نصيب كبير من المعرض وأكثر شيء حاز على الإعجاب في هذا المعرض أو أكثر شيء الناس تكلموا عنه في هذا المعرض وهي شاشة LG الرولوبل أو اللي تتصفط الدش داخل المهم فهذه كانت أكثر شيء أخبار انتشرت والناس تكلم عنها تكلمت عنها في الفيديو الإطاف بأتمر LG وقلنا أن هذا شيء وايد حلول للمستقبل وشنو الأشياء اللي بتصير ما في سعر معلن ما في وقت محدد لطرح هذه الشاشة ولكن من الأشياء اللي يعني انعرضت ومميزات هذه الشاشة أتوقع أن سعرها وايد راح يكون غالي ما راح تكون متاحة للكل اللي يقدرون يشترونها ما توقع سعرها راح يكون أقل من 10 ألاف دينار في البداية فمثل ما قلت بالفيديو اللي فات أنه يعني هذه تعتبر فرد عضلات لهم أننا عندنا شديد ومنسوي شديد راح تنزل سعرها وايد غالي اللي راح يشتريها راح يقول شوفوني أنا عنديها الشاشة أنتم ما عندكم لا أكثر ولا أقل يبي لها بعد تقريبا خنقول ثلاث أربع سنوات لغاية ما ينزل السعر وتصير يعني كأنها مينستريم بالسوق فنقدر كمستخدمين أو مستهلكين نقدر أن نحن يعني يكون عندنا المقدرة لشراء هذه التكنولوجيا فهذا أول شيء وهي شاشات الجي الرولوبل أو اللي تتصفت الشي الثاني اللي عجبني هي منتجات ساتشي ساتشي شركة معروفة بمنتجاتها لأبل برودكتس أو منتجات أبل والأكسسوريز اللي ممكن الأكسسوارات اللي تنزلها وايد منتجاتها حلوة والحلو فيها أنها تنزل ألوان تتماشى مع أجهزة أبل عندها يعني سلسلة كبيرة من الأكسسوارات أدابترز موصلات ماوس كيبورد في عندهم أشياء يديدة انزلت في المعرض وعرضوها أتمنى تدخلون على الموقع الموقع راح تلقونها تحت بالدسكريبشن دخلوا على الموقع راح تلقون كل المنتجات اللي موجودة واللي بنزلينها في صفحتهم منتجاتهم وايد حلوة عندهم وايد أشياء يديدة فرح تلاقون عندهم وايد وصلات يو اس بي سي راح تلاقون عندهم دوك ستيشن راح تلاقون عندهم وائرلس كيبورد بالإضافة إلى عندهم شواحن وايد حلوة وفي عندهم شاحن يديد فاست شارد تقدر ان انت تشحن من خلال الماكبوك تشحن من خلال الايباد اليدين أو أجهزة الاي او اس سواء كان ايفون أو الايبادات فلو تدخلون على صفحتهم راح تلاقون كل البرودكت اللي موجودة أنصحكم ان انتو تدخلون وتشوفونهم وأسعارهم وايد مناسبة الشغلة الثالثة اللي عجبتني من شركة جيمز اللي تسوي المونيتورز حق الألعاب سواء كان بلاي ستيشن او اكس بوكس عندهم مونيتور يديد بحجم 24 انش وفي وصلات وفي كاميرا فيعني وايد اشياء حلوة بالإضافة إلى المونيتورز اليديدة يعني أنا تغريبا آخر مرة شفتها يمكن قبل سنتين آخر شاشة شفتها من عندهم ولكن شفت بالمؤتمر الحين عندهم شاشات يديدة ريزولوشن أعلى هرتس أعلى فبالنسبة للجيميرز اللي حابين يسياخذون معاهم البلاي ستيشن او الاكس بوكس أو يتنقلون معاهم ويابون ياخذون معاهم الجهاز بأي مكان أتوقع الـ 24 انش راح تنزل يمكن بنصف السنة أو آخر السنة ما عندي فكرة صراحة بأي وقت ولكن الـ 19 انش موجودة والـ 17 انش موجودة أيضا عندهم خاصة الـ 17 انش شكلها حالو وأحلى من النسخة السابقة أو اللي موجودة عندي يعني شكلها أحلى وأذرب وأتوقع المفروض أن تكون أخف يعني الشغلة الرابعة شغلة يمكن مو متعودين أن نسمحها أو شيديد طالح حاليا اللي هو اسمه يوبيكي اليوبيكي من شركة يوبيكو وهو عبارة عن قطعة تكون authentication أو قطعة توثيق لحساباتك من خلال المواقع المواقع السوشال ميديا أو المواقع اللي تستخدمها فالشركة متعاونة مع جوجل مع فيسبوك والحين مع أبل قدمت الحين أحدث قطعة موجودة عندهم وهي قطعة الوصلة اللي تكون من USB-C إلى اللايتنينج أو أجهزة الآيفون فمن خلال هذه القطعة تقدر أن أنت تسوي الكي أو رمز سري من خلالها تقدر أن أنت تدخل على حساباتك تدخل على كل أكاونتاتك والأماكن التي تستخدمها باستخدام هذا الكي فمجرد أن تضع الوزرنيم مع الباسورد سيقول لك أضع قطعة اليوبيكو أو اليوبيكي عشان يتفعل معك فهي تعتبر كأنها توثيق بخطوتين ولكن من خلال هذا الكي فتوصل القطعة هذه بالجهاز وتضع بصمتك عليها فتتفعل معك فهي عبارة عن أنها تلغي الباسورد مالك وتشتغل كأنها الباسورد فالقطعة وايد جديدة وايد حلوة نتمنى أنها تنتشر أكثر من حديثهم بالمؤتمر وحديث سيو أو الرئيس التنفيذية للشركة تقول أنها من خلال هذه القطعة ومن خلال هذا الشيء يحاولون يلغون الفشنج أو محاولات الفشنج اللي تصير بالعالم أو محاولات الإسكام اللي قاعد تصير والإيميلات المنتشرة اللي هي يقصون فيها على الناس فهذه رح تحد وايد من عملية أن حساباتك تخترق أو أنها تسرق من خلال الهاكرز أو الناس هذين السكامرز اللي يقصون على المستخدمين أيضاً في شغلة عجبتني بالمؤتمر من شركة اسمها باوركاست الشركة هذه تقدم حلول من خلال تقنية الوايرلس فعندهم جهاز من العام الماضي قدمون أن يكون عن طريق مثل ترانزميتر ينقل السيجنل لجهاز قريب فيحول له الباور أو الطاقة هسين قدموا شاحن لكنترولر النينتندو قطعة تركبها فإذا كان في مسافة بينه وبين الترانزميتر يكون قريبة راح يشحن عن طريق الوايرلس بدون وايرات بدون ولا شيء كذلك عندهم حلول حق مثلاً بطايق الـ RFID حق الشركات والمكاتب ولكن أبرز شيء من اللي كان بالمؤتمر أو بالمعرض واللي عرضه وشفته اللي هو الشحن الوايرلس لقطعة أو الكنترولر للنينتندو فهذا قاعد ينبقنا أنه في مستقبل وايد كبير للشحن الوايرلس ممكن يكون يعني خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة ما راح نشوف وايد منتجات تطلع للشحن عن طريق الوايرلس بدون استخدام كيابل أو استخدام أجهزة توصيل كذلك في عندنا هارد ديسكات SSD يديدة من سان ديسك وايد قوية حجمها صغير ورقد تتحمل سرعة نقل كبيرة عالية وشيء ممتاز يعني سان ديسك عمرها ما خيبت أظنون يعني أنا كل مموريات اللي عندي قاعدت استخدمها سان ديسك فهذا وايد قوي تقريباً يبلش من 300 أو 400 دولار حق الـ 500 دقيقة 300 فيه 1 تيرا أو 2 تيرا توقعوا شدنا فيه 4 تيرا هذه بعض اللقطات حق السان ديسك أو هارد ديسكات اللي بنزلينها SSD فشيء وايد ممتاز كذلك الدرون بس على تكاسي وطيارات وايد كانت من مؤتمر بس أكثر شيء شد انتباهي اللي هو من شركة بيل يعتبر كأنه تاكسي جوي فما قدروا يطيرونها لأنه كانت داخل معرفة ما تطير ما تتحرك بس شكلها وايد يعني وايد مستقبل حلوة شيء حلو أوبر قاعد يتكلمون أنه خلال الخمسة أو العشر سنوات القاية راح نشوف أنه ممكن راح نوصل لمرحلة التكسي الجوي أنه نطلب التكسي هذا من خلال طيارة هذي تطيرنا وتصلنا لأماكن اللي نبيها أنا قاعد أشوف يبيلها بعد يعني بعد وقت ما نقدر الحين نتكلم أنه هذي راح تكون موجودة خلال سنة أو سنتين لأنه لازم قوانين يديدة تطلع طريقة طيرانها متطير متتنزل شلون طريقة الطرق شلون ما تأثر على الملاحة الجوية شلون ما تأثر على يعني وايد فيها وقوانين لازم تنحط وتتعدل عشان هذي تصير موجود بالسوق وقابل للاستخدام ولكن كفكرة وشيء وايد ثاني حلو آخر شيء شفتها من شركة آي أو غير وايد عندهم أشياء يعني صراحة حبيتها في عندهم مثلا ترانزميترز أو وصلات وايد تساعدك في وضنها الحالي فعلى سبيل المثال عندهم وصلة HDMI أو USB C أو DVI عن طريق الواي فاي أو عن طريق البلوتوث فتقدر تشبك الماتبوك عليها تقدر تنقل وتسوي مثلا بدون ما توصل وصلات على الجهاز كذلك كان في عندهم وصلة كارد ريدر تركب عليه ست مموريات بنفس الوقت تقدر تنقل البيانات اللي فيهم لجهاز الكمبيوتر فموقعهم موجود تحت تحت الدسكريبشن وايد أشياء عندهم عندهم أشياء حق الجابينج عندهم أشياء حق الموبايل عندهم حق الدجيتال هوم وايرلس سويتشرز وسبليترز وايد قطع وأشياء موجودة عندهم عندها الشركة صراحة أول مرة أسمع عنهم ونصدمت من كمية البرودكتس اللي موجودة عندهم فشوفوهم تحت الدسكريبشن بالنسبة لي هذه كانت أبرز الأشياء اللي حبيتها وشفتها من خلال المؤتمر أو معرض السي اس فبس أتمنى يكون هذا الفيديو خفيف عليكم في تقديم بعض الأشياء اللي شفناها بالمؤتمر لا تنسون تقومون سبسكرايب على القناة ولايك وشير إذا أعجبكم المقطع وشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة ومقاطع قادمة ورفيوهات على جهزة مختلفة لا تنسون متابعتي على السوشال ميديا لأنا سأسوي بعض الأشياء من خلال حسابي في إنستغرام نفس اللايف مثلا لأنا مطرودة أنا من يوتيوب فراح نسوي لايفات وإجابة أسئلة بإنستغرام ويعني بعض السنابات هم أيضا بسناب وتويتر فلا تنسون متابعتي أيضا هناك نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الآية ومع السلامة